رياضيا فاز المنتخب الوطني لكرة اليد عن نظريه الكنغولي بالنتيجة 34 مقابل 19 في مجمع الصلاة المغطى باستاذ القاهرة الدولي بالجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لبطولة أمم إفريقيا وحسم منتخب اليد أحداث الشوط الأول أمام الكنغو بالنتيجة 16 مقابل 11 واستمر تفوق منتخب مصر في الشوط الثاني حتى حسم المباراة بفارق 15 هدفا لتصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط يليه كاميرو وغينيا بنقطتين لكل منهما وأخيرا الكنغو بلا رصيد من النقاط